أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترين الذين قرروا من ديارهم وهم هلوف حضر حضر فقال لهم الله تنصم أعياء إن الله له فمن عدى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا حسنا فيضاعفهم يكون أطعا كثيرا والله يقبض ويبصر وإليه ترجع ألم ترين الملي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قادر لنبيه اللون عزلنا ملكا يقاتل في سبيل إسلام قال هل عسيتم إن كتب عليكم التتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد مخرجنا بهم ديارنا وهدائنا فلما كتب عليهم الختاب تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم من يرون إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحكم الملك منه ولم يهتسع ترز من المنا قال إن الله أصطفى عليكم وزادوا أصطفى في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاشا والله ماسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ونقية مما تركها روسى ولا نهارون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالت بالجنود قال إن الله مبتليكم ومن لم يطعمه فإنه بني ومن لم يطعمه فإنه بني إلا من اغتر فغرفة بيده فشرفوا شره إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاوز وجود قال الذين يظنون أن لهم ملاك الله كمن من فئة فيها قليلة غلبت فئة فيها كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ونبقوا مما برزوا لجنود وجود قالوا ربنا أفرق علينا صرا وثبت أقدر ما يرى ونصرنا على القوم الكثير فهزموا بإذن الله وقتل داود جادود وآدام الله الملك والعكمة وعلاه مما يشاء ولولا دفع الله من الناس بعضا ببعض لفسد الأرض ولكن الله ذو فقر على العالمين تلك آيات الله ندوها عليك بالحق وإنك لمن العسلين تلك الرسل فالظل ما بعضهم على بعض منهم بما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتدن من الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البنينات ولكن اختلفوه منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتدن ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله مقتدن يا يا أيها الذين آمنوا أم وافقوا مما رسقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاع والكافرون من الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تحبه سنة سنة ولا نعلم لهم ما في السماعات وما في الأرض ما هو ماذا الذي يشفع وإشفع وإلا بإذنه يا عدم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا نحيطون بشيء شيء عذنه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يبدوه حفظهما وهو الألي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغين فمن يكفر بالطاروط ويؤمن بالله فقد استمسك بالقروة الوثقالا في صامنا والله سميع السبلي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الضمات إلى الدين والذين كفروا أولياء مطابوت يخرجونهم من النور إلى الضمات أولئك أصحى من نارهم فيها خالدون